الشنين وانشي حاجة كي اعتهدها الله انا نعوده لك بحل الخرابة وكان عقل كنت في ديور الجامع عن نجيب الحلاق ديال وكان شوف مين سير بحل مليون واحد نهار كيش كنتفرج وانا نشوف وانا نقول سبحان الله هذا الرجل على جورج قرداحي على شخصية عنده وعلى كاريزما وكيفاش كي يقدم سيكسترار دينار مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع فيها الحلقة الجديدة من برنامج من سير بحل مليون ايبا دست شتلت سنين حتى كالقراسي انا اللي كان ديري جورج قرداحي في الفين وسبعة الفين وتسعود كي عي طولية باش نقدم من سير بحل مليون اللي كان دارتو نسمع السلام عليكم وان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين باش تتبعوا معنا حلقة اخرى من برنامجكم ستوري تايم معاش كويدي في الفين وتسعود قناة نسمع كتحل وصبحت مغاربية لك الحلم دياله انها تكون كتبت في موهيطانيا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر كنت انا في التصوير حتى كنت تصلوا بي كيقول يارا بغينا نشوفوك اه ليش ارى اعرفنا كيف تقدم وقدم براميج وقدمتوا برنامج ناجح للعروسة وبغينا نشوفوك كنت لهم اودي مع ديراة ذاك التاريخ اللي بغيتوني فيه ما عن قدرش نكون فيه الله يسهل الله يعاونكم في هذا الوقت كان داز واحد شهر ولا شهر ونصف وواحد البنت المغربية اتصلت بها قلت لي قال انت نسمعها بغاوك قلت لي علاج قلت لي علاوه لهاد البرنامج من سير بحلم اليون بغاوك تدوز واحد الاختبار قلت له معنا داز الاختبار جحل هذه قلت لي لا هذه المرحلة ديال المغرب دازت واختاروا جوج ولكن القناة تلحات انك تكون مبينهم وجيوا لتونس باش تديروا واحد الاختبار الاخر واجوج اللي كانوا معايه اعلاميين مقدمين براميج ناجحين تبارك الله قدموا واحد مجموعة ديال براميج قدرت هاد الاختبار وجيت فحالي ماداش تش واحد الأسبوع ميت تصلوا به قاوي يارانت اللي تم الاختيار ديال فمان سير بحلم اليون واه رتي واحد نشاط وواحد الفرحة وفنفس الوقت جاني واحد البؤس وواحد الهم كبير لأنه خصك تكون مليم قاري فاهم بسيكولوج تعرف تهضر مع الناس أغادين هضر بوحد اللغة مغاربية اللي فهموها المغاربة والتوانسة والجزائريين وفي موريطانيا وربما في دول أخرى عرفت تقول والمغربي الوحيد اللي غايقدمها ولي تلينه نهار وانا كنخدم وكنقرأ وكنخدم اللغة العربية ديالي وكنشوف فيما كانت فيش دولة من سيربح المليون كنقلب في الانترنت باش نبدأ نقلب عليها ونشوف الناس كيفاش كي قدموها باش نفهملك من سيربح المليون كي قدموها داتات دافيش في العالم ممتنين كبار يكفيني نقول لك جورج قرداحي يكفيني نقول لك شاروخان قدمها في الهين كوني نكون بيناتهم كانت بنسباليها امتيحا صعيب من الحواج اللي بقيت عاقل اليوم مع أمرينسا ومصارحة هي كيف ستقبلوني في تونس توانسا ونبي القروي ومو القناة وعلى فكرة نبي القروي ولي كانت رشحر أساس ديال تونس وقا هو التاني كوتر بو دراجة كيفاش استقبلتني كيفاش ادرت عليها في البرنامج ديالها كيفاش قالوا مرحبا بيه من العائلة ديال نسمة زاد عليها فرد جديد وكبرات فرد جديد اللي غني على التعريف يمستعر مغوكين راشيد الوالي ممثل منتج آنيماتيوغ حاصلوا سبعات صناعة والظهر ما ضايش هذا الشيء هو اللي غني يكون لانيماتيوغ ديال برنامجنا من يربح المليون على مبروكا ليه مبروكا ليه نحن نتخذ خفير لأسفاقه على راشيد الوالي راشيد الوالي هو فنان متكامل تعدى بالمراحل كل فنان واجتماعيا وكوان روحه باش يوصل للمرتبة اللي هو فيها اليوم ويكون من العشر شخصيات الاكثر شعبية في المغرب حسب مجلة تلكير اللي نجمو قلوه في الاخر هو راشيد الوالي فنان آنيق ومتقلق محطة اليوم مع نسمة ومن سيربح المليون مرحبا بكم على قناة نسمة وبالضبط برنامجكم من سيربح المليون كل الانجمو قلوه في الانجمو قلوه في الانجمو سيكون للمرتبة اللي لالي وهذا اللي لالي تعرفت في تونس بعد عشر يام خمستاشر يوم في رمضان كانت الناس يقولوا هالدرجة كانت المراحل لمشات تقدان الخدار كانت تقولوا انتني مثلا الباطل شعور كتاب صلاة وعدة وميكا تبغي يجبع لها الحساب يقول لها صافي الي لها ليها هوا عندو عين بالموسيقى واخا نخلي لكم الوقت انتم في ديوركم تشوفوا وش كنا هو صاحب الموسيقى ونتلقى ومدى بشوية موسيقى ين مادرت الكاستيج وجاء المنتيج باش يناقش معي في المغرب قلسنا نعنا وياه ويقولي يا فالا تم الاختيار ديالك ستخبيا دابا نبغون هدروا احنا وياك على كيفاش غا تقول امور ماديين قلت له واخا قولي يا ويقولي واحد القدر ديال الفلوس وانا نقول له الحلقة ويقولي يا لا ثلاثين حلقة مش كنت فلع لي فقلت له لا قادي نشوفه تمع المحامي ونشوفه مع المنتجر ديالي باش نقدره نقدر الأمور بزافني قدر نسامح فيها ولكن كوني ندير هاد بهاد المبلغرة ما يمكنش انا بقيت مصر على القدر اللي بغيتو هو اللي يخدته في الاخر لأنه كان اعتقد ان الانسان فهد الوقت لما اعطاهش هو القيمة النفسو ما كينش اللي غادي اعطيها له الدائما للاخر كي حاولي نيقوسي معاك اللي يحصل هوان وكي بغير يربح لأنه تعيو خدمته اياديك ولكن إلا ما نيقوسيتيش نتم زيان منتلكت له مرفع النفسك وما جيش تشكك أنا إلا خدمت في عمال مثلا انقبلت واحد البريل عدة اعتبارات مني كنخدم وخاك نحسبره شي تشمت كنقول لا ما بقاش مهم داب الفلوس وما عرجعش وما نوقفش الخدمة عن في جوز كوبو ولكن قل له شمتك قل له عرفتك اشتركوا في القناة